أهلا بكم من جديد في رسالة واضحة لحكام مصر الجدد أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن التفجير الذي دمر مبنى المخابرات العسكرية في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء اليوم وأودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا وما يزيد من مدلولات التفجير أنه جاء بعد أقل من أسبوع على التفجير الذي كاد يودي بحياة وزير الداخلية المصرية وتفتح هذه التفجيرات الأبواب أمام مستقبل أي تسوية سياسية بين الفرقاء في مصر لقي ستة جنود مصرعهم ونصيب 17 آخرون بينهم مدنيون في تفجيرين استهدف أحدهما مقرا للمخابرات العسكرية والآخر نقطة تفتيش تابعة للجيش بمدينة رفح الواقعة بمحافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني وبحسب التلفزيون الرسمي المصري فقد أعقب انفجار السيارة سقوط قذائف ربي جي على المقر وتسبب الهجوم في تدمير معظم المبنى الذي سارعت إليه سيارات الإسعاف في حين قامت قوات الجيش بتطويق المنطقة وفي حادث آخر وقع انفجار عند نقطة تفتيش تابعة للجيش قرب الرفح حيث أكدت مصادر أمنية أن النقطة تعرضت لهجوم بقنبلة لكنها لم تكشف عن حجم الخسائر ويأتي الهجومان ضمن حالة من التوتر المتصاعد في المنطقة التي تشهد منذ أيام حملة أمنية موسعة تقوم بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة وتركز على مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى القريبة منهما بدعوى البحث عن عناصر مسلحة إلى ذلك قال ممثل منظمة العفو الدولية في جينيف بيتر سبلينتر إن ألفا وتسعة وثمانين شخصا قتلوا في الفترة بين الرابع عشر والثامن عشر من أغسطس أثناء فضعة صامي رابعة والنهضة وأضاف أن كثيرا منهم سقطوا جراء استخدام قوات الأمن المصرية للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة وغير المبررة على حد تعبير المنظمة وطالبت المنظمة الحقوقية بإجراء تحقيق مستقل وعاجل في عمليات القتل والتعذيب وانتهاكات حرية التعبير والتجمع واعتبرت أن عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي أطلق موجة من أعمال العنف السياسي المفرط كما أن قوات الأمن فاشلت حسب المنظمة في منع وقوع هجمات على المسيحيين أو وقفها وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بلاي جددت الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وإرسال فريق إلى مصر لتقييم الموقف في سياق متصل أدانت أربع منظمات حقوقية غير حكومية في مصر محاكمة مدنيين أمام محاكمة عسكرية بتهمة التعدي على جنود وأحصت حوالي ستين إدانة منذ عزل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي مطلع يوليو الماضي